السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني ونتحدث في فيديو سريع عن أهم السيناريوهات المتوقعة حول الفائدة الأمريكية الذي سوف تصدر خلال الساعات القادمة حيث أن الاحتمال الأكبر والسيناريو الأرجح يصب حول تثبيت أسعار الفائدة وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات الأرقام القياسية تباط التضخم في الاقتصاد الأمريكي ونجاح الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم فلذلك يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى مهادنة الأسواق وتهدئة السياسة النقدية مؤقتاً من أجل أن يخفف الضغط عن القطاع المصرفي الأمريكي ويتفادى حدوث وتفاقم أي أزمات ومن ثم سوف يستأنف سياسة التشديد النقدي مجدداً في الاجتماع القادم من أجل إرجاع التضخم إلى الهدف الرئيسي المستهدف وهو 2% وذلك في حال أظهرت البيانات القادمة الحاجة لذلك إذن أخواني العزاء حتى اللحظة لا نتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بمفاجأة الأسواق بسيناريو آخر وهو سيناريو الرفع أو التخفيض وهذه السيناريوها تظل مستبعدة وذلك من خلال دراسة البيانات الاقتصادية خلال الفترة السابقة ونتحدث أخواني العزاء عن ردة الفعل ليست اللحظية بل خلال المدى المتوسط قد نشاهد تراجع مؤقت للدولار الأمريكي ومن ثم قد تعود قوة الدولار الأمريكي مجدداً إلى آخر العام ومن ثم مع بداية العام القادم 2024 قد نشهد فعلياً وصول الفائدة الأمريكية إلى ذروتها وتنتهي سياسة التشديد النقدي ونكون فعلياً دخلنا في بداية تراجع الدولار الأمريكي ودخوله في مرحلة السبات العميق ولكن اليوم قد نشاهد ردة فعل لحظية قد نشاهد تذبذب في الأسعار وارتفاع في فروق الأسعار وذلك لأهمية البيانات التي سوف تصدر اليوم على رأسها خطاب السيد جيرون باور الرئيس الاحتياطي الفيدرالي والذي تعد كلمته هي الأهم من صدور خبر الفائدة الذي من المتوقع أن يتم بالتثبيت لأن خطاب السيد جيرون باور المهم جداً لأنه سوف يركز على السياسة النقدية والذي سوف تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والفيدرالي خلال الفترة القادمة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو وأمامكم على الصورة نشاهد أخواني العزاء رسم بياني خاص بالتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الفائدة لدينا أخواني العزاء الخط الأزرق هو يدل على مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والخط الأحمر يدل على نسبة الفائدة ويوضح لنا خلال الفترة القادمة منذ العام 2020 حتى العام 2023 كيف سارت مستويات التضخم ونسبة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إذن أخواني العزائي هنا نكون قد انتهينا من السيناريوهات المتوقعة ومناقشتها أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله